أعربت وزارة الخارجية عن إدالة مملكة البحرين لاستمرار جماعة الحوث في احتجاز عدد من المواطفين اليمنيين العاملين لدى الأمم المتحدة وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمات دولية وبعثات دبلوماسية أخرى باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية داعية للاستجابة إلى مطالبات المنظمات الأممية والدول الصديقة بالإفراج عن جميع الموظفين المحتجزين أكدت الوزارة موقف مملكة البحرين الراسخ والداعم للجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 بما يحفظ للجمهورية اليمنية سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها ويعود بالخير واللماء على شعبها الشقيق